المستوى مش كويس. اه. الاهلي او الزمالك. اه. بس الفرق بين الاهلي والزمالك الاهلي في الاهلي في اسوأ حالته بيع في يكسب. اه. هي دي الفرق. اه. هتفك مع جمال جدا في الموضوع ده. طيب كيما كيه المارسكورة حتى عايزة اللحظة? اه مش يعني عادي. مش مش مش. اه عادي. مفاجأة. لا عادي. في ماتشاط لا. لا عادي يعني. بص انا انا صريح في الموضوع ده. اه عادي. عادي. يعني حتى مكسب النهار ده او كسبان الزمالك. بس برضنا تشوت لأولاني. اه. اه. لو ماتش خارج كده الناس هتقول لك لأ كلها مش كويس. اه. وفريرها مش كويس. اه. طيب لو سألتك. راجل ده مسلا طور جدا من مستوى كريم فؤيد. اه. طور جدا من مستوى. طبعا خد بالك اللعبة اللي هقول لك عادي كلها هو اصل مستوى كبير. بس اه. طور كمان في عدوارهم. اه. كريم فؤيد. حمدي فتح هيقالي وديانج. حسين الشحات. محمد هاني. كل اللعبة ده ات الموسم اللي فات. كنت بتحدث عنهم بكثير من الانتقاد. مش ده شغل مدير فني. لا ده شغل نفسي. نفسي. مش 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 تطوير كرة. فيه بتجوز تطوير كرة. بس الشغل نفسي. وجمال يعرف القصة دي. انت المدرب ممكن مدرب يعلي اللعيب في السماء. صح. زي مانو الجزي كده. صح. مانو الجزي كل شغل معنا. نفسي مش فني. يعرف ازاي يطلع اللي عندك. ويعرف ازاي يتعامل معك كويس. وعارف انت نقاط الضعف اللي عندك. وكل عندك ويطلعها منك. ومدرب تاني. اسلوب واحد مع اللعيبة كلها. فيه لعيب حساس. فيه لعيب ما بحب ما بتقبلش النقد. فيه لعيب تكلم ويزعل. فهم. فيه مدير فني يعرف يعرف يعرف. يعرف من كريم بيحب ايه و بيقرأ ايه. جمال بيحب بيقرأ ايه. احمد الساب بيحب بيقرأ ايه. جزي كان بيعمل القصة دي. ها اختلاف طبعا الكواليتي يعني. طبعا لعبين وقتها. بس انت ما تكون انت عندك يعني انت لعيب كويس. وعندك كل حاجة. وتلاقي المدير الفني بيعملك كويس. انت بتمنكتر حبك فيه وبيعملك كويس. عارف تطلع كل حاجة. صح. اعتقد كولر بيعمل كده. طيب. عكس موسيماني. اه. طيب.